السلام عليكم كيف حالكم يا جماعة اليوم يوم الامتحان بدنا نبدأ نحل اسئلة وزارة اللي حلو باسئلة الوزارة انه ما بحكي لك على اي موضوع بيعطيك سؤال الوزارة وانت بدك تفكر بطرق الحل اللي تعلمناهم جميعهم انا بنصحك حطلك الحل هون على اليسار تمام بنصحك شو تسوي توقف الفيديو وتبلش تحاول تحل السؤال انت بنفسك اختبر نفسك بعد ما انجزت كل هذول الاسئلة اللي قبل هل بإمكانك تحل هذا وكم بيأخذ معك وقت وشاركوها بالكومنتز اعطوني كم بيأخذ معك وقت الان نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نهاية سين تقترب من الواحد لجتا البي على ثنين سين على سين ناقص واحد اول اشي انا بفكر بايش بتعويض المباشر جتا البي على ثنين كم بيعطيني صفر على صفر الان اذا من ان نبدأ عملية الحل طيب باجي بطلع بلاقي هذا متطابقة عبارة عن الجتا وبلاقي تحت اللي هو اقتران ايش اقتران كثير حدود سين ناقص واحد من الدرجة الاولى من الدرجة الاولى فاذا يكفيني اني احاول احول الجتا لشيء بحيث انه اللي داخل يعطيني نفس هذا تمام اذا انتم الذكرين كنا نحكي لما يكون عندي ايش اللهم صلى سيدنا محمد جتا وفي قاعدة اللي هي نحن نهاية جيب السين على السين بس لما السين تقترب من الصفر فبدي احاول استخدم هاي القاعدة كيف ممكن نحول الجتا الى جيب يا جماعة اذا من الذكرين كنا نقدر نبدل الزوايا وفي علاقة اللي هي اذا حولت باي على 2 ناقص فانا بلاحظ انه لو عوضت السين تقترب من الواحد داخل الزاوية فبيعطيني باي على 2 فاذا انا بدأ استخدم طريقة التعويض طبعا دائما فكروا اول اشي هل في متطابقة مباشرة امشوا على الخطوات وانا برجعلكو للخطوات خطوات الحل وهذه طريقة التفكير اللي بيكوا تمشوا فيها بامتحان الوزارة اول اشي هل بامكاني استخدم هذا القانون مباشرة اللي لم يمكن هل بامكانك تزبط لتستخدمه تمام؟ اذا عندك عمليات طريح جمعي توزع على السين اذا ما امكانك بتروح بتفكر هل في اي متطابقة امكانك تعوضها داخل المعادلة ان ما امكانك بتروح على ايش تبديل الزوايا انك تحاول تبدل الزاوية بحيث انك ايش كل هذولة بالنهاية ممكن ايش خاصة تبديل الزوايا وتحويلها على المعروف ممكن رجعوك لاستخدام هذه القايدة او انه ممكن رجعوك لاستخدام احد المتطابقات فعشان هيك هذول بالترتيب مهم واخر اشي من نروح على عملية تجزئة الطرحة وتجمع لما يكون فيه عنصورين غريبين غير معروفين فمنرجع الان لسؤالنا هذا ومناخذ ايش مباشرة بحكي بدي اعوض فممسك الواحد اللي هو تبديل الزوايا باي على اثنين ضرب واحد باي على اثنين وبطرحها من نفس الزاوية وهي كام باي على اثنين سين طبعا انا عارف هون كاني اطلع الباي على اثنين عامل مشترك فشو يبقى واحد ناقص سين بس مبدئيا تمام مبدئيا كبداية باي على اثنين ناقص حكينا لما نبدل الجتة في باي على اثنين ناقص بس عطول الجتة يتحول الى ايش الى جيب يا جماعة انتبهوا فاذا هذي هتصبح نهاية جيب اللي هو ايش باي على اثنين ناقص باي على اثنين سين كل هذي على السين ناقص واحد السين تقترب من الواحد طبعا زي ما حكيت لكم بقدر اطلع انا ايش عامل مشترك الباي على اثنين فهذه منعيد تكرارها ومنحط ايش مكانها مكان هذي بنحط باي على اثنين في واحد ناقص سين الان الحلو اني بقدر ايش اعمل اروح اعمل عملية التعويض مكان واحد ناقص سين لاش ما نبدلها بايش بصاد الان لما سين تقترب من الواحد صاد تقترب من كم من الصفر فمنعوض هون وبطلع معي الاجابة نهاية جيب خليها تحتيها نهاية لما صاد تقترب من الصفر لجيب الباي على اثنين في صاد صح؟ كل هذا على سالب صاد صح؟ اذا باي على اثنين صاد على سالب صاد الان اللي داخل باي على اثنين معامله واللي تحت سالب فبتصر سالب باي على كم على اثنين وهذا الجواب النهائي فعليا فوافق جوابنا طبعا فيه طرق اخرى للحل شاركوا اي طريقة بتحلوها بطريقة اخرى وشوفوا مين اسرع وبعدين قرروا اي طريقة بتكن تستخدمه خلينا طالما احنا بعام 2013 خلينا مباشرة نكمل اللي هو 2013 2013 عندي جيب اثنين سين على سين تربيع ناقص باي على سين طلعوا على هذا السؤال هنحلو بالفيديو القادم تمام لكن انا تعمد اني اعطيكويا عشان تمسكوا وتحاولوا وتحلو قبل ما تبدأوا اسئلة الوزارة احلوها قبل ما تبدأوا ايش بحضر الفيديو الحل هيكون سالي باربع على باي اذا بتشوفوا انه طلع معكم حلول اخرى شاركوا الحل وحطوا صورة عن الحل واحنا ان شاء الله بجاوب عليكم ونشوف شو الحل الصحيح الله معكم